أهلا بكم من جديد مشاهدين بأتأكيد البرنامج تعودتم عليه خلال يوم الجمعة هذه الفقرة التي تأتيكم بالتأكيد ونقدم لكم من خلالها بعض المفاهيم التي تخص الدين والتي لها علاقة أساسا بالحياة حياة الشخص العادي حياتنا جميعا وكيف ننظم هذه الحياة من خلال الاعتماد بالتأكيد على الدين الإسلامي الحنيف أسعد جدا باستضافة الشيخ يحيى صاري الذي تعودتم عليه بأتأكيد من خلال كل أسبوع في البرنامج أهلا بك فضيلة الشيخ في هذا البرنامج أيضا أهلا وسهلا فضيلة الشيخ أيام رمضان المبارك تنقضي ولنكاد أن نشعر بها وبأتأكيد أنه نحن في زمن لنكاد نشعر بالوقت وكيف يمضي هذا الوقت رمضان هذا العام جاء ضيفا وها هو هذا الضيف يغادر بالتأكيد العشر الأيام الأخيرة من رمضان دخلناها بالتأكيد هي أيام متبقية لنا جميعا للاستدراك كيف يكون هذا الاستدراك وكيف نستفيد من نفحات الأيام العشر الأخيرة من رمضان ونفحاتها مختلفة ومتنوعة فضيلة الشيخ نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم الأيام متسرع ويتمر كالبرق الخاطف أو كومدات البرقي ولكن الدين لا يراعي الأيام من جهة الزمان من سرعتها أو بطئها هنا العبرة في حسن استغلال هذه الساعات لأن الدهر يمضي السنوات تمضي الساعات تمضي الأعمار تمضي فليس العبرة أن يعيش الإنسان خلال رمضان يعيش 30 يوم من رمضان العبرة ماذا صنعه في رمضان؟ ماذا غرص في رمضان؟ وش جناه من رمضان؟ وش زراع في رمضان؟ وش كسب في رمضان من الأعمال الصالحة؟ من الخير من الفضل وش أرجع عليه في رمضان على نفسه من زكاة النفس من تهديب الأخلاق من الصلاة بالله سبحانه وتعالى من الانقطاع إلى الله عز وجل بالعمل الصالح من الانقطاع يعني الآثات الشأنه ليس أن يعيش الإنسان 30 يوم من رمضان الشأنه ما بعد رمضان أيضا هل يستمر هذا الصائم في ذلك العطاء الرمضاني بعد رمضان حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين رمضان ورمضان كفارة لما بينهما وكأن شهر رمضان هو عدة سنوية نجد الصلاة هي عدة يومية خمس صلاوات في اليوم والليلة فهي عدة يومية ينقطع فيها الإنسان المصلي إلى الله تبارك وتعالى خمس مرة في اليوم يرجع إليه ويوتق صلاته به أما رمضان فهو عدة سنوية حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين رمضان ورمضان كفارة لما بينهما بمعنى أن هذا الصائم خلال شهر رمضان قد روض نفسه قد اكتسب من المعاني الإيمانية من الأخلاق من القيم من الطباء الحسنة بحيث تبقى معه سنة كاملة مثل الزاد كما قال سبحانه وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد تقوى نعم فضيلة الشيخ خلال هذه العشر الأيام الأخيرة الأكيد فضائلها لا تكاد أن تنتهي فيها يوم وفيها ليلة آخر من ألف شهر هي ليلة القدر هذه الليلة التي أترقبها جميع المؤمنين وجميع الذين يصومون بجوارحهم كما تحدثتم الأكيد أنها فضائل مختلفة أليس كذلك فضيلة الشيخ نعم أولا نرى في العشر الأواخر بدأت أمس العشر الأواخر من رمضان وهذه العشر الأواخر هي أيام للحصاد إن عشرين يوم هي أيام الزرع وهذه هي الحصاد اللي هنا في هذه الأيام هذا يحصد الصائم ما زرعه في خلال عشرين يوم من الصيام في هذه العشر الأواخر جعل الله سبحانه وتعالى فيها ليلة خير من ألف شهر وألف شهر معنتها 83 سنة وأربعة أشهر وما معنتها خير من ألف شهر يعني عبادة في ليلة القدر خير من 83 سنة وأربعة أشهر ليس فيها ليلة القدر يعني لو واحد عبد الله تعالى 83 سنة وأربعة أشهر وكل هذه السنوات عبدها وطاع فيها الله تعالى ما رهيش في القيمة والأجر كيمة ليلة وحدة هي ليلة القدر فهذا وش السر في هذا؟ السر في ذلك أن الله تعالى رحيم بعباده يعلم تقصيرنا يعلم تفريطنا يعلم كثرة أخطائنا وزلاتنا وش يعطينا الله تعالى؟ يعطينا الفرص يعطينا عز وجل الفرص هذه الفرص حتى تتجدد القلوب تتوب النفوس تأوب الناس يأوبون إلى الله عز وجل يكسبون من الأجور الحسنات الشيء الكثير بأعمال قليلة وأوقات قصيرة لهذا من رحمة الله تعالى بنا أعطانا هذه المناسبات من ليلة القدر أعطانا هذه النفحات الربانية ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله نفحات فالمسلم وشيدير يتعرض لهذه النفحات الربانية يأخذ منها يغترف من فضلها يأخذ من خيرها يتعرض لنفحات الله تعالى أي لرحماته فلعله أن تصيبه نفحاته من نفحات الله لا يشقى بعدها أبدا هذا هو السر في وجوء الله تعالى تكرم علينا بليلة القدر وهي عبادة في ليلة وحدة خير من عبادة في 83 سنة أربعة أشهر ليس فيها ليلة القدر وهذه ليلة القدر عندها ميزة كذلك وهي أنها الليلة التي أنزل الله تعالى فيها القرآن قال عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر هذه الليلة أيضا عندها ميزة هي ميزة قال سلام حتى أطلع الفجر ما عندها السلام هذه سالمة من الشرور سالمة من الأذى سالمة من كل أفعال دنيئة وأخلاق دنية وأذى وهذا تعليم لنا من الله عز وجل أن يعيش الإنسان دائما في سلام مع نفسه في سلام مع ربه وخالقه في سلام مع مجتمعه حتى سمى الله تعالى هذه الليلة سمى ليلة السلام ووصفها بأنها سلام حتى هذه الليلة إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر تنويه وتعظيم لشأن هذه الليلة وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة تورك فيها التي سنتحدث عنها فضيلة الشيخ هي أن هذه الليلة هي ليلة غير معتادة في التقويم البشر يقولها صراحة تفتح سماوات السبع ويتنزل الملائكة إلى الأرض وكل هذه الليلة تكون ليلة عامرة من الإيمان والخشية كيف نترقب هذه الليلة فضيلة الشيخ وكيف نستعد لها هذه الليلة تبدأ تكون من عشر الأواخر وتكون في الأوتار يعني في الليالي الوتر مش الشفع وهناك من أهل العلم من يقول في كل ليلة من الليالي العشر والله تعالى لم يحدد لها يعني ليلة محددة حتى يجتهد الصائم في جميع الليالي وما يتكلش على ليلة وحدة محددة معينة يجتهد فيها ويطرق الاجتهاد في الليالي الأخرى و هذا من التربية ربانية لنا يعني الإنسان كنت تقول له يعني هذه الساعة فيها كذا وكذا يشتهد فيها و يترك جميع الساعات يفتر يفتر يصاب بالكسل يروح يرقد يروح يترك العمل فالله تعالى يجعل لنا هكذا وسائل تربوية وسائل تربويات تحفيزية و من ذلك أنه إخفاع لنا ليلة القدري و إن كانت جارت يعني العمل بأن ليلة القدري ليلة 27 هذا مما اشتهر و جرى به العمل و الناس يحتفلون في هذه الليلة و يقيمون فيها كثير من الأعمال و العبادات و الطعات و لكن إخفاءها من باب التحفيز و من باب التنشيط لإنسان حتى ينشط في جميع الليالي و كان عليه الصلاة و السلام كما تذكرون لنا أمنا عائشة الصديقة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه دخل عشر الأواخر أي قاضى أهله و شد مئزاره و معنى شد مئزاره أي ناشطة ناشطة كما ذاك الإنسان يشد المئزار تعالى لما ينشط يجري فهو شد مئزاره و معنى النشاط و الجد فليس له ليالية على القاعد و ليالية على النوم و الكسل فهي سوق أخرى و قد أقيم مدة و عشرة ليالي هذا السوق يعني سرعانا ما يقفل سرعانا ما يذهب و لا يدل الإنسان و هل له فرصة في عام قابل أن يعيش ذلك السوق الأخرى و لا يزيد يتاجر فيه و لا يزيد و لهذا قالت أمنا عائشة رضي الله عنها شد مئزاره و أيقظ أهله يعني شارك أهل بيته في القيام و الدكر و تلاوة القرآن هذه الليلة سألت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها النبي عليه الصلاة والسلام عن الدعاء قتلوا إذا صادفتوا يعني ليلة القدر و إيش ندعي فأعلمها النبي صلى الله عليه وسلم دعاء قليلا في كلماته عظيما في معانيه جامعا مانعا قال لها اسأقوا لي الله ما إني أسألك العفو و العافية و لو تأمل الإنسان في هذا الدعاء لو وجد أن الإنسان محتاج إلى عفو الله عز وجل كل الناس محتاج إلى عفو الله و في هذه الأيام المباركة عندما نتكلم عن العفو و فضيلة الشيخ هذه النقطة المهمة الأكيد أن كل الأعمال و كل ما يقوم به الإنسان المسلم هو لرضاء الله تعالى سبحانه و الأكيد أن الإنسان المخطئ خلال هذه الأيام نعرف أنه هي أيام العطق من النار كيف يكون هنا فضيلة الشيخ هذه النقطة المهمة لبقى تأكيد اللصوم يستنعوا أنهم الأكيد يستنعوا أنهم يعفى عنهم و يتوب عليهم الله سبحانه وتعالى و حتى يعتقون من النار كيف يكون ذلك نعم و هذا والسر في الدعاء اللهم أن يسألك العفوة أي السماحة و العفوة من الله و العافية هي السلامة السلامة في الجسد السلامة في الدنيا السلامة في الآخرة و الله عز وجل رحيم بعباده رحمة الله تتصورها الأذهان و لا تقف عندها الحدود و الله عز وجل جاء خص هذا الشهر لكي يرحم في عباده هذا الشهر الله تعالى خصه و جعله الشهر لكي يرحم الله في عباده برحمات واسعات من أوله أول ليلة في رمضان في أول ليلة في رمضان يبدأ تنزل علينا رحمة الله بأن يعتق الله رقاب عباده كل ليلة من ليالي رمضان من النار فإذا جلس الصائب للإفطار فهذه الساعة فإن الله يعتق رقبته من النار وهكذا كل ليلة فإذا جاءت العشر الأواخر يعني تضاعفت رحمة الله ازدادت رحمة الله بعباده حتى من يقضوش و حتى من يأسوش و حتى لا ينظروا إلى دنوبهم و أنها ستهلكهم و أنها ستهلكهم لكن ليس لهم أمل في الرجوع و في الأوبة و التوبة فالله تعالى يقول لنا قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الدنوب جميع إنه الغفر رحيم كذلك ربما يكون الإنسان قد فرط و قصار في العشرين الليلة السابقة هذه فرصة أخرى فيها عشرة ليالي و عشرة أيام هذه الفرصة يستدرك فيها فرحمة الله عظيمة و قريبة و الله تعالى يقول و إذا سألك إبادي عني فإني قريب هكذا يقولنا الله إني قريب ما نش بعيد عليكم قريب أجيب دعوة الدعي إذا دعان فليستجيبوا لي و ليؤمنوا بي لعلهم يرشدون هذه هي أسرار هذه العشر الأواخر من رمضان هي التعرض إلى رحمة الله سبحانه وتعالى و استدراك ما فات و التوبة و الأوبة و الرجوع إلى الله عز وجل و الاستعداد و الاستعداد ليوم العيد يوم الجائزة الكبرى التي يقسمها ربي عز وجل يعطيها لعباده الذين أحبهم من خلال الصيام و خلال الشهر رمضان فأطاعوه هكذا هذه الليالي العطيرات المباركة و فيها الاحتكاف كما كان النبي صاصم يعتكف فيها يعني يترك أهله يوقظهم و يتفرغ للعبادة هذه أيام التفرغ للعبادة تلاوة القرآن الدعاء و القيام هذه تلت أعمال الدعاء و تلاوة القرآن و القيام هذه أعظم الأعمال في هذه الليالي المباركات ما هي أهم الأدعية التي ندعو بها في هذه الأيام فضلت الشر و ما هي العبادات المستحبة خلال الأيام الأخيرة بمشه رمضان أقصد بسؤال هذا من قيام و صلاة إلى غير ذلك نعم في هذه العاشة الأواخر فيها القيام يعني القيام و كاين في رمضان كله لكن في هذه العاشة الأواخر يزيد نعم يزيد كما قالت أمنا عائشة قالت يشد مئزاره و يوقد أهله و ما معنت يعني يضاعف الأعمال يضاعف من العمل يضاعف من القيام يضاعف من يكون في النصف الأخير من الليل القيام هنا نعم هو أفضل القيام يعني ما كان في تولة الآخر من الليل و يعني نحن عندنا التراويح نصلي في أول الليل و إذا الإنسان زاد في أوسط الليل أو آخره فهذا من مضاعفة القيام و القراءة القرآن و التفرغ للعبادة كذلك الدعاء و أفضل الدعاء و الدعاء لعلم النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة اللهم إن يسألك العفو والعافية لأن كل إنسان مضطر إلى عفو الله و كل إنسان مضطر إلى العافية و العافية السلامة السلامة الشاملة له في دينه و دنيا و جسده و ولده و أسرته و بلده و أمته فهذا الدعاء شامل و جامع و إذا أراد الإنسان يدعو الله بما أراده من الآمال و المرادات التي يريدها فإن الله يسمع كل الأدعية يسمع جميع الناس بأي لغة دعوه بأي لغة دعو الله تعالى باللغة العربية باللغة الدرجة باللغة ليف فإن الله يفهم جميع لغات خلقه لأنه خلق الأمال للغات نحن متعودون فضيل الشيخ في مجتمعنا الجزائر المسلم متعودين أنه في الأيام الأخيرة من شهر رمضان خاصة في ليل 27 كما نقول نظم حفلات الخيتان يكثر الإقبال على الخيرات و فعل الخير تصدق أيضا خلال هذه الأيام الأخيرة تشهد أيضا زكاة الفطر خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان يعني هذه الأيام هي حقيقة عفوا فرصة لكل أعمال الخير أليس كذلك نعم هذه فرصة وقد جارت الحمد لله الأعمال الصالحات في جميع البلاد أنها يكون فيها خيتان الأطفال يكون فيها إفطارات جماعية الآن هذه الإفطارات ليس فقط في البلاد الإسلامية تلتقلت إحتى إلى البلاد الأوروبية والأمريكية وأستراليا ويقيمون المسلمون إفطارات جماعية يحضرون حتى من أهل ذلك البلاد من غير المسلمين ويفرحون مشاركتهم للمسلمين في هذه الإفطارات المباركة التي يدل على تعطي صورة جميلة عن الإسلام عن المسلمين في تضامنهم في إيثارهم في كرامهم في سخائهم خاصة في هذا العالم المادي هذا العالم الذي أغرق في المادية والفردانية والحب الداتي والأنانية في أتي رمضان بهذه الإفطارات بالأعمال الخيرية بختان الأطفال يدل على أن هذا الإسلام وأن هذه العبادات هي ليست عبادات بمعزل عن المجتمع صحيح لا ليست عبادات تؤدي هدفا ذاتيا فقط وإنما هي عبادات تعطي بظلالها على المجتمع وهي عبادة جماعية تعطي صورة عن الإسلام عن ذلك التضامن الترابط العائلة والمجتمع والمجتمع نعم اليوم نرى نرى عبر العالم الرقمي الذي يبث لنا كثير من هذه هذه المظاهر الطيبة والمشاهد الفخمة المهيبة للإسلام وللمسلمين في العالم الغربي خصوصا وهم يشاهدون هذه الإفطارات وهذه الشعائر التعبودية والأعمال الاجتماعية في شهر رمضان هذا من ميزيات الإسلام هذه الصورة ومكانته طبيعية نعم ومكانته الحقيقية التي الحمد لله صارت معلومة معروفة نعم رغم وجود من يريد أن يستفز في بعض الأحيان مشاعرنا ولكن الغالب الحمد لله يعرفون قيمة هذا الدين في هذا العصر بالذات والحمد لله وهذا هو الدور الذي أداه الجالية المسلمة في أوروبا في أمريكا في أستراليا في كثير من الدول أدوا دورا هاما محواريا وأصبحوا جزءا لا يتجزأوا من المجتمع الأوروبي من المجتمع الأمريكي صار لهم حضور في صلاة التراويح نصيبوا في نيويورك مثلا تصلة التراويح في الشارع صحيح ويتداول على التراويح شباب شباب يعني أمريكيون يعني هذه رمضان أخيش ناها صحيح نعم وهكذا لأول مرة وهذا لماذا لأن أصبح الناس يستأنسون بالإسلام أصبح ويأنسون لا ينظرون إليه كما كانوا ينظرون أنه يعني فوبيا وغول مخيف لا الآن عرفوا الكثير عرفوا حقيقة هذا الدين ويرجي هذا الفضل بعد الله للسلوكات المسلمين في هذا العالم الآخر العالم الغربي والأوروبي وخاصة في المواسم الأعياد ورمضان والموليد ونحو ذلك فهذا والحمد لله يزيد يعطي هذه النظرة الصحيحة والمهيبة والطيبة لديننا العظيم فلهذا نقول أن كذلك نذكر بأن العشر الأواخر أيضا فيها عبادة اجتماعية وهي الزكاة الفطر هذه الزكاة التي قدرت قيمتها في هذا العام بـ 12 نالف عن كل فردين إلى أين تدفع زكاة الفطر نعرف أن البعض من العائلات الجزائرية غير الذين يفضلون التوجه إلى المساجد ودفع زكاة الفطر في المساجد نرى أن هناك البعض يفضل أن يقدم زكاة الفطر للمحتاجين نتكلم عن ضوابط زكاة الفطر أولا ونتكلم أيضا عن المعنى الاجتماعي والديني والأخلاقي حتى من زكاة الفطر زكاة الفطر النبي صلى الله عليه وسلم بينا لنا معنا انتهى بينا الهدف منها فقال طهرة للصائم وتعمة للفقير فطهرة للصائم وما يعني طهرة للصائم يعني هذا الصائم يغلط قصر حدث له خالل في صيامه فإذا زكاة زكاة الفطر جابرت تلك الزكاة والخلل هي مثل سجود السهو بالنسبة للمصلي فإذا سجد للسهو جبرت صلاته إذا زكاة جبرت صلاته وتكون قبل العيد إنه إذا صدقها بعد العيد فإذا دفعها بعد العيد صدقها وليس زكاة وهي طعمة للفقير هل هي واجبة فضيل الشيخ نعم هي واجبة على من استطاع إليها وقادر عليها والذي لا لديه المال لا يزكي لا يزكي القوت لا يزكي منه فلا تجيب عليه ضوابتها هنا هل تزكى على كل شخص بالغ أو ضوابت معين نعم على كل شخص على كل شخص صام هو ليس الشرط الصيام وإنما على كل من تجيب النافقة عليه نعم كل إنسان عنده ناس ينفق عليهم سواء كانوا أبناء أو سكانوا كانوا هو وصي عليهم ولا وكيل عليهم ولا هو قائم بشؤونهم ونفقة عليهم يجبون يخرج الزكاة عنهم كما هو معلوم سواء كان حتى الراضي حتى الجنين يعني هذا كل يعني رب المنزل يزكي على كل أفراد العائلة على كل من ينفق عليهم من تجيب النفقة عليهم اقترحنا نسمع فضيلة شيخنا الهدف من هذه الفقرة هو تحديدا نبسط كل المعلومات الدينية للمشاهدين تبعوا فينا لأكيد هناك أيضا بعض المفاهيم حول زكاة الفترة يقول لك أنه نزكي فقط على الشخص الذي يصام هذا فقط من يزكي عليه أما شخص الذي لم يصام وليس لديه مبلغ سن رشد كما نقول أو سن الصيام من زكي هل هذا صحيح؟ لا ليس على الصائمين فقط من زكي على الجميع من في بيته ممن تجب النفقة ونفقته عليهم من الصغار والكبار والرجال والنساء والأولاد والبنات كما هو معلوم وفيها هذه الزكاة إشعار لهذا الصائم إشعار للفقير بالتضامن بالتكافل وهي تعينه في يوم العيد تعينه في يوم العيد لو نشوفه فقط فضيل الشيخ هنا سؤالي ربما هو بسيط لكنه ربما أعتقد أنه يحمل مغزى ومعنى منه مبلغ تعزكاة الفيتر هو 12 ألف يعني كنت كلمه على 12 ألف هو مبلغ رمزي جدا هو ربما لا يعين للفقير بالمفهوم هذا لكنه يعينه من مفاهيم أخرى ما هي فضيل الشيخ هو كين المواسطة المعنوية لأن الإنسان إذا شعر بمجرد الشعور بأن المجتمع يتطامن معه فهذه تعزيز لمعنوياته ونحو ذلك من المعاني التي يحس بها يحس بأنه ليس إنسان محروم ليس إنسان مهمش ولكن الفقير اللي يعطيه واحد 12 ألف فهو ليس واحد الذي يعطيه إذا واحد عنده جار ولسه كل جار الآخر سيعطيه والصديق يعطيه فهو ليه يجتمع عنده هذا المقدار فقط قد يجتمع عنده يعني مبالغة أكثر ومضاعفة بسبب ما يتهاطل عليه أهل الخير والصدقات وحتى هذا الفقير رأي خرج زكاته زكات الفطر حتى الفقير من الزكات اللي يعطيه له نعم هو الفقير إذا كان عنده ما يزكي به رح يزكي رح يزكي وزيد الناس يزكي ويعطيه الزكات فهذه يعني السرار الشريعة الإسلامية فيها ولكن أهداف منها تتجاوز فقط وتذهب أيضا إلى المجتمع تكلم أيضا فضيل الشيخ عن الأيام التي تدفع فيها زكات الفطر قلت قبل قليل أنه لا يجوز دفعها بعد العيد لأنها تصبح زكاة عادية أو صدقة عفوا نعم وقتاش الوقت فقط هي تكون ليلة العيد ليلة العيد ويجوز إخراجها يومين قبل العيد يومين قبل العيد يجوز إخراجها ويحرص وغالبا الحمد لله يعني الناس يحرصون حرصا شديدا على أداء زكاة الفطر وترى الناس يتسابقون إلى يعني طرق أبواب الفقراء أو الاتصال بالهيئات التي تجمع الزكاة ويعطونها ويسلمونها لها من الجمعيات المساجد ونحو ذلك والحمد لله هناك حركة في أهواخ رمضان في يومين رمضان والليلة العيد حركة اجتماعية قوية جدا حركة اجتماعية يعني حرص هكذا على إخراج الزكاة حتى تبرأ دم الصائم تبرأ دم منتاعه ويجبر صومه وما وقع في الخلل منه وكذلك يدخل السرور على إخوانه الفقران فضيلة الشيخ اعتقد كل هذه المعلومات وصلت للمشاهدين بأتأكيد نحن تفصلنا في هذا الموضوع لأنه أيام فقط تفصلنا على العيد بأتأكيد وعلى الزكاة التي يجب أن ندفعها لأنه هذا الموضوع يطرح نفسه فضيلة الشيخ خلال هذه الأيام المباركة نعود هذه الفقرة لنا وللمشاهدين بأتأكيد حول أهمية الصيام وأهمية المبادرة بفعل الخيرات خلال هذه الأيام الأخيرة من شهر رمضان نعم نصيحة التي نوجهها لنفسي المقصرة ثم لغيري من المشاهدين والمشاهدات أننا في هذا الشهر أيام المباركات هذا أيام الحصاد نحصد ما زرعناه في عشرين يوما والحصاد هنا يكون بمضاعفة الأعمال يكون كذلك بالانقطاع إلى الله عز وجل بالدعاء بالتوبة بالتعرض لنفحة الله لرحمة الله تعالى بمضاعفة الأعمال والجهد في طاعة الله عز وجل لماذا؟ لأن الأجور كثيرة أجور مضاعفة النصيحة الثانية هي أن نستعد لما بعد رمضان فعندما فننقطع إلى الله وننقطع عن الآثات وننقطع عن الدنوب والمعاصي لأن أهوان الصيام هو ترك الطعام والشراب أسهل الصيام أن يصوم الإنسان والطعام والشراب لكن أصعب الصيام وهو ترك الآثات والمعاصي والدنوب ونسأل الله تعالى أن يتقبل مننا صالح الأعمال وأن يشفي جميع المرضى ويتم علينا الشهر رمضان بالعفو والعافية والعتقي من النيران شكرا جزيلا لك فضيلة شيخ يحيي على كل هذه المعلومات أتمنى لك صيام مقبول وأننا أيضا فضيلة شيخ شكرا جزيلا نلتقي الجمعة المقبلة وستكون آخر جمعة من جمعات هذا الشهر المبارك شكرا جزيلا لك شكرا بارك الله وفيك الآن مشاهدين نعود إليكم لمواصلة البرنامج بالتأكيد بعد هذه الجولة لأهم تدولته المواقع الإخبارية العالمية ووكلات الأنبال أحداث في العالم ونعود